تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودا حثيثة في تحقيق رسالتها السامية وأهدافها الرامية إلى حفظ سلامة الأرواح والممتلكات وتهدف هذه الجهود الدقيقة إلى توفير بيئة آمنة مع نشر إرشادات السلامة الخاصة بالدفاع المدني وتطبيقها على أرض الواقع لتجنب أي أضرار للمواطنين والمقيمين تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودا حثيثة في تحقيق رسالتها السامية وأهدافها الرامية إلى حفظ سلامة الأرواح والممتلكات وفي هذا الإطار تعمل إدارة الحماية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالإشراف والمراقبة على الإجراءات والاحتياطات الوقائية في جميع المنشآت سواء ما يتعلق بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ والتشغيل والتحقق من استفاء متطلبات واشتراطات السلام اللازمة بما يضمن استمرار عملها بشكل آمن تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بتقديم ما يقارب 43 خدمة لخدمة كافة القطاعات في ملكة البحرين والتي تهدف إلى خلق بيئة آمنة للمستثمرين وكذلك لكافة المنشآت لحماية الأرواح والممتلكات والتي تندرج ضمن تحقيق الهدف الحكومي المعلن لبرنامج الحكومة في مملكة البحرين يقوم فرع التفتيش في إدارة الحماية والسلام التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بدور هام وكذير في صحة وسلامة أنظمة الحماية والسلام في المنشآت طبعا فرع التفتيش له جانبين مهمين وهو الجانب الخدمي والجانب الرغابي يتمثل في تطبيق اشتراطات الحماية والسلام على جميع المنشآت في مملكة البحرين من خلال الزيارات الدورية وأيضا المعاينة الميدانية تم صدر ما يقارب 569 شهادة استفاء اشتراطات الوغاية من الحريق خلال عام 2023 طبعا تصدر هذه الشهادة بعد استفاء هذه المنشآت وضمن مسيرة تطوير الأداء التي تعمل عليها الإدارة يواصل فرع المواد الخطرة دوره لحماية الأرواح والممتلكات وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والمشاركة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة العامة وذلك بهدف تقليل حوادث الحرائق والمواد الخطرة ومسببات الحريق فرع المواد الخطرة يعد من الفروع الهامة في إدارة الحماية والسلامة حيث يختص بدراسة جميع المشاريع المتعلقة بالمواد الخطرة منها الاستخدام والنقل وغيرها من الأنشطة بعد دراسة جميع خصائص المواد الخطرة يتم تحديد اشتراطات السلامة وفقا لكود المواد الخطرة والمعايير المعتمدة دوليا وخلال العام الماضي تم تحقيق إنجاز مهم للفرع وهو تحويل جميع خدمات الفرع إلكترونيا نحن دائما متعاونين مع الدفاع المدني قسم الحماية والسلامة وغير ذلك لدينا زيارات دائما تكون بيننا وبينهم ويمتأكدون من كل الأشياء التي موجودة لدينا هنا تتطابق مع مواصفات العامة والسلامة في مملكة البحرين في أشياء جديدة نحن نستوردها نتأكد من أن هذه المواصفات تطابق مع قوانين السلامة العامة في الدفاع المدني وتهدف هذه الجهود الدقيقة إلى توفير بيئة آمنة مع نشر إرشادات السلامة الخاصة بالدفاع المدني وتطبيقها على أرض الواقع لتجنب أي أضرار وهنا تبدو قيمة الشراكة المجتمعية المتكاملة في تحقيق السلامة العامة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع ككل لحماية الأرواح والممتلكات وصون المقدرات الوطنية من شتى أنواع المخاطر ترجمة نانسي قنقر